بذكر الخير والفائدة واليوم الفوائد العظيمة لشيء معروف للكم تسمعوا عنه لكن الفوائد العظيمة للكركم هذه الدرن الصفرة اللي نطخنها بندخلها بتوابننا وبنضحها على الرز حيث انه يكتسب اللون الاصفر لها فوائد جدا لأبداننا كانوا مهتمين فيها الصينيين والهنود تدخل في توابلهم لا بد واستخدموها ايضا في الهند كعلاج لمشاكل قرحة المعدة بدل ما يتناول الأدوية بتناولوا منقوحها ملعقة صغيرة على كوب من الماء اول ما يصحوا من النوم ويستفيدوا من خصائصها اذا اهم الفوائد العظيمة من اسماء الكركم درنة معروفة ومشهورة موجودة عند كل العطلين لكن من اسماءها اللي هي الهرد لكن بتدخل بالتوابل او الخرقوم شوفوا هذه الاسماء في بعض الدول العربية لكن الخصائص العجيبة لأبداننا انها تناول منقوع الكركم ملعقة صغيرة على كوب من الماء لو اخذناها كل يوم الصبح بنتخلص من الاورام وبنكافح الاورام والعلم الحديث والبحوث الحديثة بتحكي انه بيقاوم امراض السرطان امراض سرطان القولون والبروستاتا شوفوا سبحان الله في هذه الدرنة اللي فعلا اجداد اجدادنا كانوا يستخدموها دخلوها بالتوابل واستفيدوا من خصائصها لابدانهم لطرد شبح الامراض من اجسامهم فبالتالي اذا تعد مضاد حيوي طبيعي بتقاوم الجراثيم والبكتيريا والفطريات يا سلام انا اصحى الصبح اخذ ملعقة صغيرة من الكركم اذوبها بكوب الماء فاتر واشربها بدل المضاد الحيوي بكفي اني انا باخد مضاد حيوي بقاوم الفيروسات بقاوم الجراثيم بقاوم الفطريات والبكتيريا وينما كان في عبداننا حتى قرحة المعدة شوفوا هالخصائص العظيمة ما بالكم للناس اللي بتحب تتناول مطخون الكركم مع كيلو من العصل اتحرك بشكل جيد تتناول ملعقة الصباح وملعقة اخر النهار شوفوا ابدانهم اذا الكركم من فوائده ومجرباته انه بخفض ضغط الدم لكن خلينا نشوف الخصائص العظيمة لهذه الدرنة لهذه النبتة العظيمة بخصائصها وبفوائدها لأبداننا لكن لها محذير لا تروحوا عن الشاشة لازم نسمع محذيرها اذا الفوائد العظيمة انه مسكن ايضا للآلام وبخفض الحرارة ومفيد الكركم لمشاكل والتهابات المفاصل والروماتيزم والروماتيد نلتزم نلتزم بالمقادير ملعقة صغيرة ما نتجاوز ونلتزم بالوقت صبح وآخر النهار ونلتزم بالمدة ما تزيد عن أسبوعين آسف ثلث أسابيع لغاية ست أسابيع لو أخذناها ثلث أسابيع وارتحنا أسبوع وكررنا كمان ثلث أسابيع ونوقف خلاص استفادت أبداننا التهاب المفاصل الروماتيزم الروماتيد فبالتالي بنتخلص بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه المشاكل إذن في هذا الموسم وهذا الفصل إذن تناول الكركم مفيد جدا ضد الإنفلوانزا وأيضا نزلات البرد والأمراض اللي بتسببها نزلات البرد في هذا الفصل في هذا البرد فنستفيد من خصائصها إذن حتى لحالات ومشاكل الربو بتحد منها والكثيرين الكثيرين في الهند وفي الصين لا زالوا بيعتمدوا هذه الوصفة اللي هي ملعقة من مطحون الكركم صغيرة على كوب من الحليب يتناولوها يوميا ورحين يشوفوا النتائج العظيمة إذن حتى الكركم وخصائصه وفوائده جدا مفيدة لمشاكل تليف اللي عندهم تليف بالكبد يستفيدوا من خصائصها آسف اللي عندهم مشاكل التهابات الكبد يستفيدوا من خصائصها والآن التجارب عم بيجروا بالتجارب اللي يتخلصوا من فيروسات الكبد اللي هي البي واللي هي السي فبستفيدوا من خصائصها إذن نزلات البرد مشاكل القلون تقرحات القلون مشاكل القلون العصبي بتحد من هذه المشاكل اللي بتسببها وأيضا وأيضا أعراضها إذن الكركم الخصائص والفوائد العظيمة لمرض الزهايمر فوائد جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى إذن حتى الكركم تناول ملعقة صغيرة على كوب من الحليب أو على علبة لبن أو على كوب من الماء كل يوم الصبح تقينا من الكثير من المشاكل من هالأورام اللي نازلة في خواتنا وبناتنا ونساءنا وشبابنا أورام وسرطان بنحد منها بنتناول شيء طبيعي أسأل الله سبحانه وتعالى أنه تحد من هذه الأمراض ناس كثير استفادت من الطبيعة والعودة للطبيعة تتخلص من الأمراض إذن حتى تناول الكركم بخفف من أعراض الحساسية لكن في ناس بتتحسس من الكركم يا أخوان الكركم نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى أبداننا لكن ما نتجاوز الجرعات يعني واحد يبحكي لك أنا عندي مشكلة فيروسات الكبد السي والبي قريت عن الكركم الفوائد العظيمة وأنا ملتزم فيه ياخذ الصبح ملعقة والظهر ملعقة والعصر ملعقة وآخر النهر ملعقة يا أخوي أنت دمرت نفسك ما استفدت فبالتالي نلتزم بالجرعات إذن ملعقة صغيرة عليكم الماء مرتين بليوم أيضا يمنع تناول الكركم للناس اللي بعد ما تناولوا ثلاث أسابيع وست أسابيع لازم يخبروا الطبيب إذا حتى بدوا يخلع الدرس لأنه ما فيه خثرة بتكون لأنه هو مسيل للدم ما بالكم إذا التزمنا فيه ست أسابيع فإذا بدنا نعمل عمليات مثل البصور أو عندنا نزف فبالتالي بدنا نحذر الطبيب ونستشير الطبيب ونوقف عن استخداماته إذن الخصائص العجيبة كانوا أجدادكم زمان والهنود لا زالوا بياخذوا كماد الكركم بيضعوه على شاش مع العسل بيضعوه على الكدمات والأورام وانتفاخ المفاصل فبالتالي بتخلصوا من هذه المشاكل شوفوا هالنعمة بين إيديكم موجود عند كل العطارين بتمتع في هذا اللون الأصفر هذه درنته على الشاشة الآن وهذا مطحونه اللي هو الكركم الفوائد والخصائص العجيبة لأبداننا إذن حتى للنساء بنظم الدورة الشهرية والهرمونات للنساء إذن نعمة لكن أصبروا فوائد عظيمة لكن نشوف محاذيره الفوائد العظيمة إذن حتى بيخفف نسبة الدهون في البدن ومفيد جدا بيخفض الكوليسترول إذا كان بيخفض الضغط وأيضا السكري لكن لا يجوز تناول الكركم طالما إحنا بنتناول أدوية الضغط لأنه بينزل الضغط تصير فيه هبوط بالضغط أيضا اللي عندهم مشاكل السكر وبتناولوا أدويتهم ربما تدخل بغيبوبة السكر لأنه راح ينخفض معك السكر فبالتالي بدك تكون حريص من تناوله إذن حتى بيمنع التليف الكركم هذه الدرنة هذه الرخيصة اللي بتضعوها بالإبهارات والتوابل ببيوتكم بتلونوا فيها الرز هذا شيء خفيف من فوائدها اللي دخلت بمطبخنا وبتوابلنا وبهاراتنا إذن حتى ذكرنا أنه بيخفف نسبة الدهون الكوليسترول أيضا من المنحفات الطبيعية لو أخذنا ملعقة صغيرة واعتدنا على كوب من الماء كل يوم لما نصحى وليما بده آخر النهار قبل النوم بتمتع بخصائص هب إذن الله سبحانه وتعالى إذن حتى بحارب مشاكل القلب والشراين طالما تخلصنا من الكوليسترول والدهون صار قلبنا ما شاء الله عليه سبحان الله والله لا زالوا بالهند بيتناولوا مع العسل لمشاكل قرحة المعدة والقلون والمشاكل الجهاز الهضني أسأل الله سبحانه وتعالى إنه الكل يستفيد منها الخصائص العظيمة لكن إذن ممنوع الإفراث في تناول الكركم خلاص ملعقة صغيرة ما نتجاوزها على كوب من الحليب على كوب من الماء الفاتر على علبة لبن نحرك وناكل هذه خصائصها المفيدة إذن الجرعة أهم شيء واللي بيزيد من جرعاتها يمنع تناول بالأساس يمنع تناول الكركم للي بيبني جسمه حصى واللي عندهم حصى بالمرارة ممنوع يتناول الكركم لا حصى بالكلية ولا حصى بالمرارة ننتبه بيزيد بفاقم هذه المشكلة إذن في موانع أيضا اللي بيتناولوا الإسبيرين ممنوع يتناولوا الكركم لأنه هو مسيل دم طبيعي وإحنا تناولنا الكركم فبالتالي مشكلة كبيرة لدمنا فبدنا نحافظ على صحتنا وما نتجاوز جرعتنا إذن حتى بتعارض مع المميعات لمشاكل اللي عندهم مشاكل قلب وبتناول أدوية القلب يستشيروا الطبيب إذن حتى مع أدوية السكر مننتبه اللي بيتناول أدويته يلتزم بدواه لكن اللي ما بيتناول أدوية السكر عشان ما يصير عنده هبوط بالسكر وأنا حذرت أيضا إنه هو بعدل وبنزل الضغط لكن ناخد حب اللي هو بنزل الضغط فصار عنا فيه مشكلة يا أخوان وخلل فبالتالي بدنا نكون حرصين عليكم إذن مرضى الفشل الكلوي ممنوع يتناولوا الكركم هذه الخصائص العجيبة لأله لكن إحنا نحكي أيضا أضراره أيضا محذيره من باب الحرص عليكم حتى نتمتع بفوائده لكن هذول الناس اللي بيعانوا من هذه المشاكل اللي هي السكر والضغط اللي بتناولوا إسبرين مسيلات الدم واللي ببني جسمهم الحصى وما بتخلصوا منه واللي عندهم حصى المرارة فبالتالي نكون حرصين عليكم بحيث الله سبحانه وتعالى يشافي كل إخواننا بالوطن العربي أنا تأخرت عليكم شوي لكن لصالح إخواننا والتنبيه هذا واجب علي لهذه الدرنة لهذه النعمة العظيمة اللي لا زالوا في الصين ولا زالوا في الهند والعرب أيضا لا زالوا بتناولوها أسأل الله سبحانه وتعالى تكونوا استفدتوا من الخصائص والفوائد العجيبة لهذه النبتة العجيبة اللي هي الكركم رح نطلع فاصل قصير ونعود نستقبل اتصالاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل ونشاهد الآن منتجات جنة الأعشاب وروحوا فاصل وراجعين نواصل فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر